عمرك شفت كائن وزنه قد الطيارة البوينج وبيقدر يغوص لعمق أكتر من 3 كيلو تحت المية؟ ده مش وحش خيالي ده حوت العنبر أضخم كائن عنده دماغ على وجه الأرض يلا بينا نعرف حكايته حوت العنبر أكبر أنواع الحتان ذات الأسنان وبيوصل طوله أحياناً لعشرين متر ووزنه ممكن يعدي خمسين طن دماغه بس ممكن توصل وزنها لتسعة كيلو وده أكبر مخل أي كائن على الكوكب تقدر تلاقيه في كل محيطات العالم من المناطق الاستوائية لحد المياه القطبية بس بيحب الأماكن العميقة بعيد عن الشط حوت العنبر بطل الغوص في عالم الحيوان بيقدر ينزل لعمق أكتر من 3000 متر ويقعد تحت المياه أكتر من ساعة من غير ما يطلع يتنفس وده بيساعده في الصيد أكلة حوت العنبر المفضلة هي الحبار العملاق وأحياناً يدخل في معارك أسطورية معاه في أعمق البحار واللي بيخلي العلماء يلاقوا ندوب على جسمه من المجسات الضخمة يا ترى كانوا بيتواصلوا إزاي مع بعض حوت العنبر بيتكلم بلغة النقارات أو الكليكس أصوات قوية ممكن تتسمع على بعد الكيلومترات وبيستخدمها عشان يتواصل ويحدد مكان فارستو زي الرادار للأسف زمان كانوا بيستضوه بكثرة عشان مدى اسمها زيت العنبر اللي كانت بتستخدم في العطور والمصبيح دلوقتي معظم الدول بتحميه لكن التهديدات لسه موجودة زي التلوث والصيد العرضي في النهاية حوت العنبر مش بس عماق المحيطات ده شاهد حي على أسرار الأعماق اللي لسه البشر ما اكتشفوهاش كلها وكل ما نتعلم عنه أكتر كل ما نكتشف إن البحر لسه مليان مفاجآت لو عجبك المحتوى ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس سلام